إذا متبعنا كرام في هذا الخبر العاجل والمهم ويبدو أن نظام حضرات الجزائر الصفعات لا تأتي من دول بعينها بل تأتي كذلك من حلفاء نظام حضرات الجزائر الحلفاء التقليديين وتحدثون على وجه الخصوص على جنوب إفريقيا تخيلوا معي متبعنا كرام مسؤولون في جنوب إفريقيا يعترفون بعدمة لسانهم في تصريحات غير مسبوقة بأن قضية الصحراء المغربية هي قضية منتهية لصالح المغرب أين عم متبعنا كرام جنوب إفريقيا لمعروف العداء ديالة ضد المغرب مسؤولين في جنوب إفريقيا يعترفون يصرحون بأن مرتزقة البوليزاريو ما عندهمش إمكانية أنهم يديروا دولة ولا يمكن لنظام حضرات الجزائر أن يلقد مرتزقة البوليزاريو هل هذه التصريحات هي بداية لتغيير تاريخي للموقف ديال جنوب إفريقيا؟ ممكن جدا هل نتحدث عن أمور تجرى في الكواليس تقدر تكون صفعة أخرى مدوية لنظام حضرات الجزائر؟ ممكن جدا لكن الآن سنرى هذا التقرير أشنو فيه؟ وبالمناسبة مركز الدراسات اللي اكتب هذا التقرير واللي جاب تصريحات ديال المسؤولين من جنوب إفريقيا المقر دياله كذلك كان في جنوب إفريقيا وسمع معايا مزيان متبعين الكرام هذا التقرير أشنو كيقول؟ قال لكا سيدي خلصة تقرير للمركز الإفريقي للدراسات الأمنية بأن أطروحة البوليزاريو هي داهبة للخسارة ويعترف هذا التقرير بانحصار كبير للدعم الموجه لمرتزقة البوليزاريو وتراجع الدعم الذي كانت تعرفه هذه الأطروحة الانفصالية في السابق من بعض الدول في المقابل هناك تزايد دولي وإقليمي للدعم ديال مغربية الصحراء يعني التقرير لي جاي من جنوب إفريقيا شنو كيقول كيقول بأن مرتزقة البوليزاريو مبقاش عندهم الدعم في المقابل الدول على المستوى الإقليمي والدولي كالدعم مغربية الصحراء ونقل هذا التقرير المركزي الذي يتخذ من بريوتوريا مقرا له تصريحات لمسؤولين جنوب إفريقيين وهذا هو المهم بالنسبة إليه في هذا الفيديو هو التصريحات لمسؤولين جنوب إفريقيين الذين عبروا فيها عن شعورهم بأن الدعم الذي كانت تحضى به مرتزقة البوليزاريو يتآكل في المقابل نمو مضطرد لدعم مطالبة المغرب بالسيادة على الأقاليم الجنوبية وقال أحد المسؤولين الجنوب الإفريقيين للمركز الإفريقي للدراسة الأمنية أن جبهة البوليزاريو لم تحشد أي دعم مثل الدعم الدولي مثلا الشعبي الذي حضي به المؤتمر الوطني الإفريقي في نضاله ضد نضام الفصل العنصري وهنا يتحدثون عن ما حدث مثلا في جنوب إفريقيا كما أن البوليزاريو لم تحضى بنفس الدعم والتعاطف الذي حضي به الفلسطينيون في غزة سمعوا مزيان هذه التصريحات للمسؤولين في جنوب إفريقيا ماشي الكلام ديالي نزيدوا وأشار التقرير إلى أن دعم البوليزاريو بدأ يتراجع على الساحة الإفريقية وسحبت عدة دول إفريقية اعترافها بمرتزقة البوليزاريو في السنوات الأخيرة أو جمدته في وقت يتزايد فيه عدد الدول التي فتحت قنصليات في الأقاليم الجنوبية المغربية مجددا هذه التصريحات ديالي المسؤولين ديالي الجنوب إفريقيين وعلى المستوى الدولي يضيف التقرير تتراجع البوليزاريو مشيرا إلى أن الضربة الأكبر كانت الاعتراف بمغربية الصحراء من قبل ثلاث لاعبين كبار وهما بعد جوش أعضاء دائما في مجلس الأمن فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية كذلك المستعمرة السابق للصحراء إسبانيا يضيف هذا التقرير مجددا أذكر هذا التقرير من جنوب إفريقيا مركز دراسات أو المركز الإفريقي للدراسات الأمنية من قرد يلو في جنوب إفريقيا نزيدوا وأوضح هذا التقرير أن المغرب نجح في استراتيجية إبقاء النزاع في الأمم المتحدة حيث أن مرتزقة البوليزاريو ليست عضوا في الأمم المتحدة والأمم المتحدة لا تعترفه بالبوليزاريو وكذلك المغرب أبقى هذا الملف بعيدا عن الاتحاد الإفريقي حيث كانت أو كان ينشط جنوب إفريقيا ونظام حضارة الجزائر ويحضيان ببعض النفوذ هذا النفوذ بطبيعة الحال بح ما بقاش بعد عودة المغرب إلى الاتحاد الإفريقي في 2016 ما بقاش عنده ذلك النفوذ اللي كان عنده بشهادة دي في الاتحاد الإفريقي على كل وأورد التقرير تصريحا لكبيرة مستشاري الاتحاد الإفريقي في مجموعة الأزمات الدولية والتي قد قالت فيه لقد كان من الجدير الملاحظة بالملاحظة أو كان من الجدير بالملاحظة كيف أبقى المغرب نزاع الصحراء خارج جدول أعمال الاتحاد الإفريقي تماما حيث أشارت إلى أن هذا النزاع لم تتم ناقشته مطلقا في الاتحاد الإفريقي أو مجلس الأمن والسلم الإفريقي أو إدارة الشؤون السياسية للاتحاد الإفريقي الذي كانوا يستغلونها ضد المغرب ما بقيتش هذه المسألة ما بقيتش هذه المسألة إذن هذا تقرير من جنوب إفريقيا مشينا لكن نتكلم هنا والتصريحات اللي استمعنا إليها هي تصريحات للمسؤولين في جنوب إفريقيا فإذا كانت جنوب إفريقيا وللمسؤولين ديالها وهما مقتنعين بأن قضية الصحراء المغربية انتهت لصالح المغرب فانتهت القصة انتهى الموضوع معناه على ما أقوله دائما أن نظام حضارة الجزائر تابع الهواء وقالت لكم بالما في الرملة وما زالك يصرف الأموال طائلة على اللي شيء على قضية خاسرة وأنا من جهتنا زيد وصرفه زيد وصرفه الأموال طائلة لأنه ذلك شيء اللي بغينا فإذا متابعين الكرام أنا أعتبر أن هذه التصريحات هي تصريحات غير مسبوقة لمسؤولين في جنوب إفريقيا كي اعترفوا بعدمات لسانهم بأن مرتزقة البوليزاريو انتهت وبأن الصحراء مغربية وبأن الدعم الدولي للمغرب غير مسبوك وبأن نظام حضارة الجزائر فاشلة في استغلال إتحاد إفريقي ضد المغرب خصوصا بعد عودة المغرب في سنة 2016 والتنظيف الذي قام به المغرب والذي ستتوجد إن شاء الله كل هذه المجهودة الدبلوماسية ستتوجد بطرد مرتزقة البوليزاريو من الاتحاد الإفريقي وهذه المسألة قادمة لمحانة غسلناه قادمة عاجلة لم آجلة وهذه كلها الدربة القادمة اللي غادي تنهي كل شي فأتي لكي المتابعين الكرام تقرير من جنوب إفريقيا تصريحات دي المسؤولين في جنوب إفريقيا أنا ما قلت له قلت لكم ديكشي لجا في التقرير أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل ولا غالبا إلى الله ترجمة نانسي قنقر